بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المجتمعين في كل مكان هذا محدثكم رضا العويداني أرحب بكم من أمام الميكروفون عبر أثير إذاعة الشارقة ومن خلال برنامجكم مع الرعيل الأول هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم ومناقبهم ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياة الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا بارك الله فيك لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة صديقي هذه الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ووصل بنا الحديث إلى الكلام على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكيف تمت هذه الخلافة وتمت البيعة له رضي الله عنه واستقرت الأمور على ذلك هنا شيخ بارك الله فيك بعد أن استتبى الأمر لأبي بكر رضي الله عنه وصار هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصار يدعى بخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا أول لقب لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيخ بارك الله فيك واجهت أبا بكر رضي الله عنه بعض الأحداث المهمة فلم تكن خلافته رضي الله عنه في بديتها كما يقال فيها نوع من الهدوء ونوع من عدم النزاع أو عدم وجود الفتن أو غير ذلك بل واجهته بعض الأحداث الجليلة فلو تذكر لنا شيخ بارك الله فيك ما هي الأحداث التي واجهت أبا بكر رضي الله عنه في بديت خلافته أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيد أما بعد فلا شك أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت فتحا عظيما للمسلمين وكانت في واقع الأمر سببا من أسباب اجتماع كلمتهم وهزيمة عدوهم وخذلان المنافقين الذي نشر أبت أعناقهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يتطلعون لأمور في واقع الأمر هي تقود إلى هدم الإسلام وهزيمة المسلمين فجاء الله جل وعلا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليكمل مسيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وفي واقع الأمر حينما نتأمل في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي حياته القصيرة في الخلافة نجدها مليئة بالأحداث وهذه الأحداث ليست كباقي الأحداث وإنما أحداث جسام نعم تمثل في واقع الأمر محكا خطيرا وتحولا عظيما لو لا توفيق الله جل وعلا لأبي بكر حيث حسمها الله جل وعلا على يده من ذلك ما تحدثنا عنه في حلقات سابقة من قضية الخلافة نعم فلولا توفيق الله عز وجل لأبي بكر لأصبح المسلمون متشرذمين حذائق متفرقين طرائق لكن الله تعالى جمعهم على أبي بكر وتمت الكلمة العامة للمسلمين على يديه حتى أصبح إجماعا على إمامته ورضيه الناس لدينهم ولدنياهم وحصل ما حصل من الخير العظيم في حياته وقد ذكرنا شيئا من هذا فيما سبق المسألة الأخرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي طالما تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه قد جهز جيشا لغزو الروم ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل أن ذهب إلى تبوك لمواجهة الروم صحيح وقد رجع الروم وتعذروا بأعذار لأن لابد حقيقة من استصحاب هذه المسألة وربطها فيما سبق فلعلك تذكر بأن غزوة مؤتة هذه الغزوة العظيمة التي ذهب فيها ثلاثة من أعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ذهبوا يعني قتلوا في تلك المعركة على يد الروم وحصل ما حصل من الرجوع من رجوع خالد بالجيش والتفافه ذاك الالتفاف العظيم هنا حصل أن أفضل شيخ بارك الله فيك وهذه أولى مواجهات النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته مع الروم مع الروم صحيح صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث دحية الكلب إلى هرقل بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام وإلى صحيح كذا فحقيقة يعني الكتاب لما جاءه وعظمه لكنه في واقع الأمر نفخ الشيطان في جيبه غرورا وكبرا وتيها حتى أنه ما قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فحصل مواجهة بين المسلمين وبين الروم في معركة مؤتة ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تجهز الجيوش لغزو المدينة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباغتهم وأعد جيشا وأعلم الناس بوجهته وكان وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يوري حينما يريد الغزو إلا في هذه الغزوة أخبر الناس بأنه ذاهب إلى تبوك لملاقات الروم الذين أتوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وأتوا بجحافل لا عدد يعني يحصيها وأتوا بعتاد عظيم لكن الله تعالى خذلهم وأخزاهم فانهزموا حيث إنهم لم يستطيعوا مواجهة المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على المدينة وأن يحافظ على الدعوة وذلك بإبقاء التهديد قائما خاصة من قبل الروم فالروم ما زالوا يمثلون تهديدا كبيرا على المدينة وعلى هذه الدعوة وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه أصحابه إلى عدم الغفلة عن هؤلاء القوم الذين رفعوا راية العدى ورفعوا راية الحرب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا عظيما وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأسامة بن زيد بن حارف نعم كان صغيرا يعني قيل عمره إذ ذاك ستة عشر سنة وقيل ثمانية عشر سنة حتى أن الناس طعنوا في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل نعم وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده ولذلك كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال له سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش عافنا شيخي بارك الله فيك هم الصحابة رضي الله عنهم تعظموا إمارة أسامة لأن كبار الصحابة كانوا في الجيش صحيح عظم الصحابة وأكابيرهم كانوا موجودين أبو بكر وأمر في الجيش نعم ولكن أحدا لم يستطع أبدا أن يخالف وإنما هو كلام قيل ووصل إلى أذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام وبين بأن أسامة حق بتولية الجيش من غيره النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في القيادة بالنسبة للجيش وربما كان الرجل العظيم كأبي بكر وعمر يعني جنديا في جيش يقوده شاب من الشباب أو أحد الذين أسلموا بعد الفتح كعمر بن العاص مثلا وغيرهم من الصحابة الذين أخلف في إسلام أي نعم قبل الفتح المقصود بأن هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على أن الإنسان يتواضع دائما وعلى أن لا يتطلع ولا يستشرف للقيادة دائما وإنما يكون مع الجيش إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المقدمة كان في المقدمة هذا هو المؤمن الذي يريد مرضات الله جل وعلا أخي شيخ بارك الله فيك أيضا تربية من ناحية زرع الرجولة في الشباب أقول أنه شيخ بارك الله فين أعتبر مثل هذا العمر ستة عشر سنة أو سبعة عشر سنة أو ثمانية عشر سنة حدث من الأحداث هذا في منظورنا يا شيخ رجل وإلا كانوا قديما رجالا كان يعني ابن العاشرة كان رجلا يعني قد يكسب لأهله وقد يقوم بالتعليم والتدريس حينما يحفظ القرآن وهو في سن السالس أو الثامن أو التاسع لكن نحن لا يمكن أبدا أن ننزل مثل هذه الأحداث على واقعنا نحن فنحن الآن مثلا قبل ثلاثين سنة مثلا أو عشرين سنة يعني الشاب الذي عمره خمسة عشر سنة رجلا بمعنى أن عنده من الذكاء وعنده من الفطن وعنده من حسن التصرف والتدبير ما ليس عنده من عشرين سنة الآن أو خمسة عشرين سنة هذا واقع يعني ولعلنا نحن مرضين بهذه التجربة ومر كثير من الناس بهذه التجربة يعني كثير من الشباب الذين في السن الثاني عشر والثالث عشر كانوا يكتسبون لأهليهم ولوالديهم وربما بنوا بيوتا أو أسهموا في بناء بيت لكن الآن بسبب التربية بسبب تغير الزمان بسبب التحولات وبسبب المدنية التي في الحقيقة يعني فعلا طغت على الناس أصبح الشاب يبقى في الحقيقة في سن متأخرة من حيث التفكير وإن تقدم به السن كما يقول سن الطفولة وإن كان كبيرا هنا مستوى تفكيره أو تدبيره للأشياء لأجل هذا مثلا لا نريد أن نتكلم في قضايا الزواج لأن مثلا البنت كانت إذا بلغت عشر سنين أو تسع سنين أصبحت امرأة ناضجة المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سير جيش أسامة وكان عليه الصلاة والسلام إذاك مريضا عليه أفضل الصلاة وأتى متسر مرض الموت نعم فبعد ما جهز جيش أسامة وسار أسامة يعني مسافة يومين اشتد الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام فعسكر أسامة بالجرف وهي يعني مكان على ثلاثة أميال من المدينة جهة الشام فلما بلغ أسامة وفات النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع فتغيرت هنا طبعا الأحوال وتبدلت الأمور فرجع الجيش لما كان قريبا من المدينة وحصل ما حصل من كثية تدبير مسألة الخلافة فلما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على زمام الأمور وأصبح المرجع للمسلمين والقيادة بيده أول خطوة فعلها هو انفاذ جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهنا أنفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيش أسامة وسيره وأمضاه بعد إصرار كبير رغم المعارضة القوية والعنيفة التي واجهها من بعض الصحابة رضي الله عنهم حيث أن أغلب الصحابة اجتمعوا بأبي بكر مرات وكرات محاولين إثناءه عن أنفاذ الجيش وذلك للمخاطر المحدقة بالمدينة لكن أبو بكر أصر على ذلك حتى جاء عند الطبر أنه قال رحمه الله ورضي عنه قال والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباعة خطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته في إشارة إلى عزمه وإصراره وتصميمه على تكميل ما انتهى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة وإنما كان تأمير النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة قد يكون عن وحي وقد يكون عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وعلى أقل التقديد لو كان اجتهاد فاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام خير من اجتهاد غيره وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه الذي فاق الناس علما وفقها وفاقهم شجاعة ورأيا صائبا وتوفيقا وهذا لا شك أنه بسبب كثرة مرافقته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا أغار أسامة بن زيد رضي الله عنه على حدود الروم وحصل فتحا عظيما ونصرا كبيرا فعاد يحمل راية النصر يهديها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في جيش عظيم فيه كوكب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسهم سوء ولله الحمد والمن شيخ بارك الله فيك عندما أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة أوصاه أبو بكر رضي الله عنه بداية قبل أن يرحل أوصاه رضي الله عنه بوصية جميلة وجليلة هذه الوصية شيخ بارك الله فيك التي ذكرها أبو بكر تعطينا كما يقال نبذة عن هدي وطريقة أبو بكر رضي الله عنه في التعامل نعم سار أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الوصايا وفي النصائح وفي أيضا بيان أن هذا الدين دين العدل والإنصاف وأنه لا يرضى بالظلم ولا بالخيانة ولو في أدق الأحوال ولأجل هذا لما أراد أبو بكر أن يشيع أسامة وجيشه خرج حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماشر رضي الله عنه وأرضاه غير راكب وعبد الرحمن بن عوف يقول دابة أبي بكر رضي الله عنه فقال له أسامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لتركبن أو لأنزلن فقال والله لا تنزل ووالله لأركب وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله سبحان الله نعم ثم قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأسامة إن رأيت تعينني بعمر ففعل يعني بمعنى يستأذنه سبحان الله يعني يستأذنه في أن يجعل عمر عنده ولا يذهب في الجيش سبحان الله شيخ لرغم أنه الخليفة نعم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يخبر الناس بأن هذا الجيش ليس هو من أمره وإنما من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكون النبي عليه الصلاة والسلام قد مات لا يعني أبدا أن يخلف هذا الجيش وقد كان في الجيش أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو بكر فاختاره الناس خليفة فلم يستطع الذهاب فيضيع المسلمون نعم وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقام أبو بكر ليستأذن أسامة في عملية تدل على ثواضعه وتدل على أدبه رضي الله عنه وأرضاه وعلى أنه يعطي الاختصاصات فقال لأسامة يعني إن تأذن بعمر فهو يحتاج إلى عمر لعين عن المستشار والوزير والنائب ونعم المستشار ليعينه على أمور الخلافة فقال إن رأيت تعينني بعمر فافعل فأذن له ثم توجه الصديق إلى الجيش فقال يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني فهذه الوصايا مما يعني جاءت في كتب السيرة والتاريخ وذكرها جمعا كالطبر وغيره قال لهم لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكنه وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيئا فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله وأوصى الصديق أسامة أن يفعل ما أمر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ ببعض البلدان وأن لا يتعجل الأمور وذكر له شيء من هذا المقصود بأن أبا بكر أراد أن ينصي أسامة وأن يذكره بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الجيش الذي سار إنما هو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لأبي بكر أبدا أن يخلف أسامة أو أن يجعل هذا الجيش الذي عقد لواءه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل هذا اللواء أو أن لا يجعله ينفذ على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام حسنت يا شيخ بارك الرفيك شيخي نلاحظ هذه الوصائلة أوصى بها أو بكر رضي الله عنه الجيش تبين لنا أن منظور الجهاد عند أبا بكر رضي الله عنه عند الصحابة لا يعني أبدا التخريب أو التدمير وإنما المقصود بذلك هو البناء البناء هذا الصحيح صحيح شيخ بارك الرفيك حدث في عصر أبا بكر رضي الله عنه أو في أثناء خلافته أو في بدايات خلافته أنه ارتد كثير من العرب ومنع كثير من العرب الزكاة التي كان يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم صار لأبا بكر رضي الله عنه موقف مع هؤلاء عظيم واستطاع أبا بكر رضي الله عنه بعون الله سبحانه وتعالى أنه يرد من كان مرتدا وأن يرد من كان منعا للزكاة فأدى زكاة هذه الأحداث شيخ بارك الرفيك أود أن أقف معك عندها بعض الوقفات المهمة لكن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إخواني المستمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر